السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية من أخوكم الفلاح تيفي من المغرب إلى جميع أنحاء العالم اليوم سوف نتكلم من بين أعظم الآفات التي تواجه الفلاح سواء في غرس الخضروات أو الأشجار المتمرة قبل إيضاح طريقة مكافحة هذه الآفة لا بد من التعريف بها تعتبر عشبة النجيل أو إنجم باللغة العامية المغربية من بين أخطر الأعشاب الضارة التي تكبح نمو الخضروات وكذلك الأشجار المتمرة خصوصا الشتلات الصغيرة كما تشاهدون في الصورة ينمو بطريقة رهيبة أسفل التربة ويكون نمو جدري متشبك يحوم حول الشتل أو الشجرة الطريقة الوحيدة ولو أنها غير مرغوب بها أحيانا ألا وهي المكافحة الكيميائية ولكن لهذه المكافحة الكيميائية طرق متعددة ويجب عملها بحضر شديد قبل بدء عملية المكافحة الكيميائية لا بد من اختيار مبيض أعشاب لا يقتل الشتلات الصغيرة يعني أن يكون هذا المبيض انتقائي يقتل عشبة النجيل ولا يقتل الشجرة أو الشتل الصغيرة لكي لا يضيع المشروع سودا إذن إخواني أخواتي لكي لا أطيل عليكم من بين المبيضات المجربة كما تشاهدون في الصورة إذن إخواني أخواتي اشتركوا في قناة كنوع من الدعم أي استفسار أو تعليق سأجيب على حين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته